مرحبا عزيزا طلاب هنا وسهلا بكم لدرجة جديد من دروس في الثالث المتوسط وصلنا إلى صفحة 95 Look at page 74 of your student's book انظر إلى صفحة 74 في كتاب الطالب Again, مرة ثانية And answer the questions وأجب عن الأسئلة Write full sentences وأكتب جمل full معنى كاملة Number one How many cars were produced in Kia's European factory in 2008 Kia's European كم عدد السيارات المنتجة في شركة أو مصنع Kia الأوروبي في سنة 2008 رح ننتقل مباشرة إلى الجواب كل اللي عليكم إنه تكتبون الجواب هنا حتى ما تخربطون الجواب أمامكم أوكي رح تكتبون هاي النقطة هنا أوكي لحد هاي النقطة يعني هذين السطرين أغلب الطلاب ست أخي ممكن تكتبين باللون الأحمر فرح حاول أحط لكم خط جوا استخدمت هاي الطريقة بسبب تأخرني بإعطاء الدروس فهذه الطريقة تكون أسرع إن 2008 عام 2008 150,000 cars were produced in Kia's European factory إذن بال2008 150,000 سيارة انتجت في فاكتوري بمعنى مصنع أو شركة ننتهي صحيح شركة Kia الأوروبية number two where is Kia's European factory أين شركة أو مصنع Kia الأوروبية Kia Motors European factory is in Slovakia شركة أو مصنع Kia الماطورات طبعا Kia الأوروبية الماطورات وين وجود بسلوباكيا إذن راح تكتبون الفراغ الثاني من هنا من بداية النقطة الثانية إلى النقطة أوكي إلى سلوباكيا how many perils of oil were produced per day by Iraq in 2006 in 2006 أو 2006 around 2 million perils of oil per day were produced in Iraq طبعا عام 2006 حوالي 2 مليون برميل barrels هو البرانيل إذن هو برميل من النفط كنسبة day بليوم يعني 2 مليون برميل بليوم were produced in Iraq تم إنتاجها في العراق أيضا النقطة الثالثة منها تبدي أوكي إلى كلمة إراق how many years did it take for production of oil in Iraq to double كم سنة 5 in what year were 68 million mobile phones manufactured in India's mobile phone plants في أي سنة 68 million telephones هاتف محمول مصنع في الهند انشئة يعني بأي سنة صار هذا الشيء 68 مليون موبيل فون وير مانيوفيكتر ان انديا موبيل فون بلانت ان 2014 إذن وين صار هذا الشيء 68 مليون هاتف مصنع أو صنع في الهند سنة 2014 6 هل هل النمبر يعني قصد الأرقام لتليفونات المصنع في الهند rise هل هي راح ترتفع أو تنخفض fall the number of phones manufactured in india is going to rise راح تسر بها rise بمعنى ترتفع يعني عدد يعني عدد الهواتف المصنع راح ترتفع متى الخفض انتقلنا من صفحة 95 إلى 96 complete the table أكمل الحقل هنا عندي country وهنا عندي nationality country nationality country هو اسم البلد nationality هو اسم الجنسية أو القومية england english france french canada canadian russia russian japan japanese spain spanish qatar qatari lebanon lebanese انتقلنا إلى بي write the opposites اكتب العكس happily بمعنى بسعادة شوفوا هنا هنا adverb هي حال بسعادة مو happy happy وحد هي سعيد لكن happily بسعادة شوفوا هنا هنا كلها تنتهي بly l y معنات لأن هنا عندي شنو حال خل نجي نكتب العكس معلتها happily عكسها un happily بغير سعادة بس ضفت هالا المقطع u l n هاي تكتبوها مقابي happily un happily slowly ببطر عكسها أما quickly أو fast fast بمعنى سريع quickly أيضا بمعنى بسرعة three badly بشكل سيء عكسها wall wall بمعنى بشكل جيد يعني جيد four comfortably يعني براحة عكسها uncomfortably يعني بدون راحة أو بغير راحة أو ما مرتاح بس مجرد حطيت un قبل الصفة انتو لا تخربطون بالإيجابة يكفي انهم ترقمون أولا كذا ثانيا كذا ثالثا كذا رابعا كذا خامسا كذا لان هو لان الأجوبة كلها مرقمة فما راح تخربطون five in a friendly way بطريقة friendly يعني ودية in on a friendly way بس مجرد حطيت مكان friendly way صارت unfriendly way زل حتقولون هاي شنية الآن شوفوا أنا مقبل كانت عندي in a friendly way لما الآن نفيتها unfriendly ما راح تبقى ال a وحد هاي هتصير on لانه علة ويعلى ما يصير يلتقون لازم احط اوكي مثل مثل حرف حماية اوكي هتصير on on a friendly way انتقلنا الى c change the adjectives in the book's adverbs غير الصفات الى احوال then use them to complete the sentences واستخدمها حتى تكمل الجمل عدنا quite dangerous clear careful careful بمعنى بحذر clear بوضوح dangerous خطر و quite بمعنى هادف زين حسنتم اللي عندي احولها اوكي وبعدين احطها بالفراغات انا راح ابدي احولها مثلا quite حصير quietly dangerous dangerously بخطر clear clearly و careful carefully راح نبدي نحط الكلمات بالفراغات tv presenter have to speak tv presenter يعني مقدم اللي يطلع على التلفزيون عليه ان يتحدث clearly اوكي clearly يعني بوضوح when i speak quietly اوكي راح نجيب quiet هنا حطها ونضيف ly اوكي my teachers says speak up عندما i speak اتحدث quietly بهدوء مدرسين يقولون speak up يعني speak up يعني تحدث بصوت على طبعا هنانا my teacher اوكي هنا اس زايدة my teacher says مدرسي يقول انه ما طول هاي جميع فهاي مستر تأخذ اس الشخص الثالث اما تحفون هاي الاس او تحفون هاي الاس اوكي three you should always drive carefully عليك ان تقود بحذر if you drive dangerously you might have an accident اذا قدت ب dangerously يعني بخطر ربما سوف تفعل an accident حادث اذا الى اخناية الهداس اليوم شكرا على المتابعة وانطلروني في درجة جديد اشتركوا في القناة